شقيق جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الذي فارق الحياة خلال عملية توقيف من قبل ضابط الشرطة يدلي بشهادته في جلسة استماع نظمت بالكونغرس بغية التعجيل بإصلاح جذري لممارسة الشرطة في شهادته أمام اللجنة القضائية قال شقيق فلويد إنه لا يستطيع وصف الألم الذي شعر به حين شاهد الشريط المصور لحدث وفاة أخيه اختناقا تحت ركبة الشرطي ديريك شوفن مناشدا الكونغرس بالإصغاء إلى ندائه ونداءات عائلته ونداءات من ينزلون إلى الشارع في العالم أجمع موازة مع ذلك تقدمت كتلة الأعضاء السود في الكونغرس باقتراح قانون يرمي إلى تفعيل آلية محاسبة الشرطة عبر تسهيل مقاداة عناصر الشرطة على خلفية حوادث مميتة وحظر أسلوب التوقيف القائم على الخنق والذي أدى إلى موت فلويد